اشتركوا في القناة وكان أحبار اليهود في المدينة على علم وضرايا تامة بنعة وصفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فلما أتى إليهم نفر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يسألونهم عن تلك الصفات كتموها ولم يبدوها فأنزل الله تعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لم يكتفي المعاندون من أهل الكتاب بضلالهم بل أرادوا أن يضلوا غيرهم فاستحقوا من الله عز وجل اللعن ومن الملائكة والمؤمنين والخلق أجمعين ولكن الله عز وجل رب رحيم كتب فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي ففتح لهم نافذة أمل وأنزل قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يا له من رب عظيم تواب رحيم على كل من تاب وأصلح وأناب ولكن المعاندين من أهل الكتاب تمادوا في ظلمهم وعدوانهم حتى النهاية ولم يتوبوا فكان لابد من الوعيد الشديد وأنزل الله قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين جحتوا الإيمان وكتموا الحق واستمروا على ذلك حتى ماتوا أولئك عليهم لعنة الله والطرد من رحمته والملائكة والناس أجمعين بالدعاء عليهم باللعنة من المقصود بقوله تعالى الذين كفروا؟ هل مقصود بذلك فقط أحبار اليهود الذين كتموا الحق؟ كلا بل تشمل أيضا كل من كفر وجحد الإيمان وأنكر الحق من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكل من كذب بالله ورسوله وكل من كذب ببعض القرآن أو كله أو كذب ببعض السنة الصحيحة أو كلها وكل من كان في قلبه بغض لله ورسوله وكل من أظهر الفرح والسرور لضعف الإسلام والمسلمين وكل من كره علو الإسلام والمسلمين وارتفاع شأنهم وكل من استكبر عن طاعة الله وعبادته كاليهود وفرعون وكل من شك في ربوبية الله أو ألوهيته وكل من شك في رسول من الرسل وكل من شك في الجنة أو النار أو البعث أو قيام الساعة وكل من أعرض عن الإسلام فلا يتعلمه ولا يعمل به وكل من ارتد عن الإسلام ومات دون رجوع وتوبة وكل من ترك طريق الفرق الناجية وسلك طريق الكفر من الفرق الضالة والمضلة وكل من أشرق بالله في العبادة وكل من ذبح لغير الله وكل من توسل غير الله من المخلوقات وكل من عبدوا الأضرحة وأولياء الله الصارحين كل هؤلاء يدخلون في قوله تعالى الذين كفروا والكفر في اللغة معناه تغطية الشيء وسطره وعلشان كده يطلق على الزراع الكفار قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار مهما قدموا للإنسانية وأفادوا البشرية وزاع صيتهم في هذه الدنيا ومهما نالوا من شهرة ومال فلن ينفعهم كل هذا إن ماتوا على كفرهم قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وفي يوم القيامة في يوم المشهد العظيم يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس ولعنة الله عز وجل هو الإبعاد والطرد من رحمته أما لعنة الملائكة والناس فهي قولهم لعنة الله عليه والملائكة مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم ولماذا يلعنهم من كفر لأنه في يوم القيامة تنجل الحقائق قال الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وفي النار كلما دخلت أمة لعنت أختها نسأل الله السلام والعافية ويجوز لعن الكفار دون تعيين في صلاة الكنوط والترويح فإن كان لا يجوز لي لعن كافر بعينه لأنه قد يتوب ويصلح ويبين فيتوب الله عليه فكيف الحال بمن يلعن المسلم وأنت الآن عالم بمآل هؤلاء الكفار إن ماتوا على الكفر فماذا أنت فاعل بالعلم هل ستبينه للناس أم تكتمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر